رح يمديني بالطريقة هذي اني اروح للمحل ذاك واشتري ألعاب في زيارة واشتري الفوف في زيارة طيب اوكي تعال خان يا كريم يلا خذلك انقل عياخ يشفيهم الناس مو طبيعيين والله العظيم مدينتكم ليش متخلفة ممكن اعرف مدينتكم متخلفة ترى موسيقى السلام عليكم يا جماعة اذا رح يكون عندنا مقطع جديد واليوم بإذن الله رح نبتني مع بعض في لعبة جديدة اليوم يا جماعة رح نلعب لعبة محاكي محل الألعاب اليوم رح نلعب ان شاء الله يوم فكرتها رح تكون عبارة عن نحن نفتح محل وهذا المحل محل ألعاب بلاي ستيشن اكس بوكس وما شابه يعني فطبع يا جماعة في البلاد لا تسلسلوا زروا لايك واشتراك معنا في القناة خلونا شوف دعم جدا كبير عشان اعرف لانتو حابين نحن نسوي سلسلة ولا لا في القناة فخلنا نبتني مع بعض في اللعبة هذه اللعبة قدامنا خلونا رح يجماعة نيو جيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا رح نبتني مع بعض اكيد في تدريب اللعبة اذا يا حبابي هذه البداية عاطون مثل ما تشوفون وهذا المحل رح نبتني ان شاء الله نسوي في مشروعنا هذه اللعبة جربنا نسخة تجريبية الخاصة فيها اما الحين فاللعبة اللي تقريبا كاملة يعني خلاص اللعبة صارت للبيع والناس ينشترونها فالمهم اول شي ببونا نسويه حاليا نضغط رقم واحد رقم واحد طبعا رح يكون عندنا بعض التعليمات فاول شي ببونا نتعلمه هو موضوع ان احنا ننظف المحل الخاص فينا فطبعا اوه يا عمي ترى فعليا المكان يعني يبيه لتنظيف كثير فننظف هذه الحين ببعرف هذه المرساو وش وش جابها في محل محل مثل هذا شكلها كان شكلها كان محل صيادين زمان قبل لا نسويه حين محل للعاب يمكن يكون كان بها الطريقة المهم خلنا ننظف ما قعدنا اخر مكان هنا نظفنا حين كامل نضغط جماعة رقم واحد عشان نروح لللي بعده اللي بعده راح يكون نحنا نشيل الاوصاخ الثانية اللي موجودة ففيه اوصاخ كثيرة كياس على عصير على ما دري شنو مكيفة هنا خنا نشيلها شيلها هي كبيرة هذه خنا نشيلها أوكيي تقريبا نضبنا المكان كامل مهم ادري اللي بعده يبوننا نروح للسيارة الخاصة فينا هاي سيارتي طرع ما دري يفعلين هاي سيارة يا جماعة هاي سيارة خاصة فيني وهذا محلنا فخلن نركبها الطول في السيارتنا مباشرة بسم الله الرحمن رحينا مركبنا السيارة نقدر نحن نسوق من الداخل ونقدر نحن نغير الكاميرا بالطريقة هذه ونقدر نسوق من خلف السيارة فالحين يابونا نفتح الكاميرا فتحنا الكاميرا على طول ويابونا اوه والله في اشياء كثيرة في الخريطة الخريطة جدا كبيرة تعتبر اوه يعني حلوة نوعا ما بس فيها اماكن كثيرة نقدر نروحهم فانها نفنا يا جماعة نحن نروح لمحل آدم آدم محله موجوده هنا وين يصير دقيقة محل آدم آدم يا عمي آدم وينك هذا هذا محل آدم اوكي حددنا عليه على طول عشان نروح لمباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كيف اشغل الموتر حرف الاف طبعا لو تلاحظوا يا جماعة السيارة نفسها فيها قائمة وهي ان نحتاج الى بنزين ونحتاج ايضا يا عمي السيارة سواقة تغريبة المهم اوه صرمنا يا جماعة لو تلاحظون الدمج حاليا 7% ففي بنزين وفي ايضا الدمج حق السيارة فانا اتوقع ان السواقة من بره ممكن تكون افضل من السواقة من الداخل فمحل آدم موجود هنا توقع ما في اي وحد يدخل الدوار بالعكس اللي انا فبجي هنا وووو لا سيد لا تصدم سيد لا تصدم يلا خلنا نطف الموتر ونزل عطول من السيارة هذا المحل هو محل آدم آدم سلام عليكم خلنا نشوف آدم مش عنده بالضبط آدم مفروضنا يكون يعني مع اشياء انا قلت المفروضنا مع العاب آدم يا جماعة شتنوش يسوي آدم يبيع رفوف ويبيع بعد في نفس الوقت ألعاب فنجد ندخل هني القائمة هذو نشتري من عنده ألعاب فاحنا حين كبداية يبينا نشتري عشرين لعبة وشلف فوين الألعاب حقة آدم؟ آه هاي أنواع الألعاب أوكي فبنشتري اذا يا جماعة عشرين لعبة من ألعاب الألغاز فعشرين نسخة حطيناهم وبنشتري من عنده شلف واحد بس يبوني نشتري شلف واحد نحط رقم واحد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم باي اشتريناهم إخوان فالحين صار معانا ثلاثة ناديك فنشيل على طول مع بعض وخلونا نروح نوديهم للسيارة فأول صندوق نجيبه ونخليهني وخلنا نروح حين مع بعض بعد نجيب الصندوق آدم شكرا شكرا يا آدم ما قصرت والله معاني جايب فلوسي يعني بس يعني آدم كان يعني حسن الخلق ما أتكلم ولكن الموقع اللي أنا اشتري على راحتي وشكرا آدم حبيبي المهم خلنا نشيل الصندوق الأخير وبنروح الحين بنشوف كيف بنقدر أن نحن نبتري مشروعنا بالشكل الصحيح فخلاص أخذنا على طول يقول لي اركب السيارة ركبنا السيارة الحين نفتح الخريطة ومن الخريطة نروح للشوب حقنا فالشوب حقنا هو هذا بلاير ستور اسمحك يلا شغل الموتر وشينا حرك يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحب والله سيارتنا ترى يا جماعة خربانة سيد لا تصدم سيارتنا خربانة صح والله موترنا تعبان يعني أتوقع في المستقبل إذا يمديننا يبينا نشتر سيارة أكيد أحسن من السيارة التعبانة هذه اللي عدنا يا شو الزحمة هذه يا أخواني شو وضعكم ليش هالزحمة كلها المهم حين لازم نجيهني ونروح لمحلنا أوكي هنا منطقة تخزين الأشياء ورجع ورجع الموتر وضعنا شوي وعلى شوي عم يرجع أوكي خلاص انزل من الموتر خلنا نشوف الحين كيف بيكون الوضع افتح هذا الحين يبوننا ناخذ الكراتين أو الصلاديق آه يمديننا شيء لأكثر مصندوق في نفس الوقت دقيقة أي والله يمديننا شيء ثلاثة في نفس الوقت نحطوا هنا فرتبناهم الحين وحطيناهم بشكل كامل مثل ما تشوفون ننخل محلنا مرة ثانية الحين يبوننا نتوقع دقيقة يبوني دقيقة يقولك خذ الشلف الخاص بال خذ البوكس اللي فيه شلف أي واحد هو ترى ما أدري أنا فعليا هذا أي هذا أوكي هذا أول شلف عدنا بما أنه يعني ما فيه لا يبس واحد فأتوقع أني راح أجيبه وخليهني جنبي تمام خليته جنبي بعد أن نحتاج أن نحن نجيب الألعاب فناخذ مثلا الألعاب هاته احنا ما أخذين الألعاب مغامرات يعني فادي لا دقيقة حطه هنا سيد رجع الصندوق أتوقع اني لازم أأجي لهذا المكان وعبي صح؟ أيوان اه 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 احط لالعاب اعتقدني محتاج ان اختار السعر الخاص فيهم فانا اتوقع اه كم سعر اللعبة الوحدة اللعبة الوحدة سعرها ستة دولار انا بحط اللعبة الوحدة سعرها عشرة دولار حط بسم الله الرحمن الرحيم انحط لالعاب فهذه يا جماعة السيديات حين حطيناهم والمفروض بتدون الناس اللي حين نجونا فالش لازم اسوي الحين لازم اتوقع اذا ضغط هذه راح ينتهي اليوم بشكل كامل فانا مو لازم انهي اليوم الحين لا توا الناس فانا الحين لازم اجي اه وانتظر الناس يجوننا فخلنا نجعل طول هنا عدنا كميوتر طبعا كميوترنا راح يكون في تطويرات نجر ان نحنا نكبر المحل حقنا لو حبينا في المستقبل ونكبره اكثر واكثر ويصير جدا عملاق هذا راح يكون في المستقبل لحد الحين يعني مو موجود اه كيف نرجع للخلف اه ارجع بعد هني في عندنا اشياء اه في عندنا شجرة مهارات راح نقدر ان احنا نطور نقدر نطور السيارة حقتنا نقدر نطور هني بعض الاشياء ونقدر نطور الاشياء الاقتصادية فبدأوا الناس طبعا يجون يشوفوا الاسعار ماذا عادة تعجبهم الاسعار ولا لا اوكي والله شكل عجبها السعر فاذن نبيعها فالناس يجون يحين بالطريقة هذي سلام عليكم سيد حابين اشتري لعبة الفلانية اوكي اوكي اخذوها فبالضبط المهم جماعة وش هذا ما مدانة كيف ننظف بس نحاول ان احنا نخلص اليوم هذا فهذا الحبيب بعد اخذ اللعبة توقف عجب ايضا التعامل خاص فيني قال اه سيد اذم هذا متعاون يعني سيد جدا ممتاز في التعامل لو تلاحظون حاليا فوق فلوسنا ثلاث ثلاثين دولار ما تسوي ولا شي فلوسها جدا قليلة وتوقع لازم نحاول ان احنا نجيب اشياء اكثر واكثر ماذا لو في المستقبل راح يمديني ان احنا نجيب واحد مثلا يوقف بدالي هنا ونحاول ان يبيعهم راح يكون اكيد اسهل بحيث ان راح اقدر ان اروح للمحل اهلا والله راح يمديني بالطريقة هذه ان اروح للمحل ذاك واشتري العاب بزيادة واشتري الرفوف بزيادة يا طيب هذا شفي هلو هذا شفي اه الناس قاعد يجي يا الحبيب هاي هذا شفي الحين يا عمي قاعدت تمشي الزبائن رقي شو طلل العصاش هي بضربه اوكي تعو يا كريه انقل على الله وطلع برا المحل هذا منه هذا هذا منه بعاج هذا منه هذا جاي يسرقني واضحة واضحة جاي يسرقني يا عمي ايش المحل المتخلف هذا من اولها ويبيلنا ننظف المحل المم اخذيه دقيقة بس خلنا ننظف المحل طلع المكان يتوصخ بالطريقة هذي فأنا لازم أنظف أنا على بالي أنه لازم نهاية اليوم بس طلع لا أنا محتاج أن أنظف المحل في نفس الوقت هلا والله حابة تشتري يا عمي ليش وصختين المكان؟ المهم نبيعها على طول فلازم إذن أنتبه في حرامية وأيضا في أشخاص ممكن يزعجون الزباين وما يخيلونهم يشترون شيء مثل اللي شفناتونا قبل شوي يلا خذلك انقل عياخي مش فيهم الناس مو طبيعيين والله العظيم مش مدينتكم ليش متخلفة؟ ممكن أعرف مدينتكم متخلفة ترى يلا ها في عب يشتريوا كمعصبة مدري ليش لون خذنا نبيعها لا لا حال يوصخ المكان والله ترفع لي الألعاب أنا بكم مشتريت أنا بكم مشتريت اللي هناك ترى ما أدري يا جماعة أنا حطيت سعر على كيفي حطيت سعر على كيفي والسعر هذا ما أدري هو مناسب ولا لا خذنا نشوفوني الصناريق طبعا ماشيين لحد الحين لأن فيهم مجموعة من الألعاب خلنا نسكر صح هذه وش للصوت؟ قل اسمها صوت أنا ها ها في حرامي شيء؟ لا ما في حرامي يلا يا إخوان يلا يا إخوان يلا خذلك يلا خذلك متخلفين مدينة متخلفين مطبيعيين هلا بالحبيب ها ها الألف مبروك عليك اللعبة ما شنو مفايز فيها لا مفايز فيها بس يعني عجبتها طبعا الألعاب اللي بلول أزرق هادي المفروض يكون طبعا ألعاب بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن فور اللهم أن ألعاب بلاي ستيشن يعني وإذا جبنا طبعا لونهم أخضر رح يكونونهم ألعاب اكس بوكس وبالطريقة هادي رح يكون الموضوع أكيد أهلا أهلا خذ يا حبيبي عشرة وصل معنا مائة دولار يا إخوان يون سلام والله مبلغ كبير قال يزيد معنا حرامي في حرامية ليا هلنا شو شو رحي سوي هذا تتضحك ها جاي يشتري اللعبة اللعبة سعرها مكتوب ترى اللعبة الأصل لنشتريه نبسة دولار تبيعتها بعشر دولار قد الحبيب كافو خلني بس ننظف أوه خلص خلص وقت الدوام فإذن نجعل طول هني ونسكر وشو أنا خلص اليوم المفروض آه دقيقة لازم أروح للكمبيوتر يبوني نعلمونا شي توقع يبوني نعلمونا السكلز فحين معاي نقطة سكلز وحدة فنتوقع أني دقيقة ممكن أني أرفع عرض الألعاب اللي موجودين في الصندوق الواحد تصدقون إنها فكرة خلنا نطورها رح يكون ممتاز خلاص خلصنا إذن آه حين لازم أضغط بشكل مستمر عشان نخلص اليوم هذا فخلال أول يوم عندنا يا جماعة دقيقة ربحنا ولا خسرنا ما أدري لا خسرنا خسرنا 97 دولار والله والله خسرنا مبلغ كبير لكن ما سهل لحد درحي ما بعنك الألعاب فالمهم خلنا نخلص اليوم هذا رح يكون عندنا حين يوم آخر اليوم الآخر أيوا في محل غير والله في محلات غير موجودة في العالم نقدر نحن نروح لا ايه يكيد يا سيد شايف الخريطة الخريطة مليانة أشياء رح نجر نحن نروح في محل حق سيارات في محل نجر نشتري سيارات لاتس كو في عندنا بنكي نقدر ناخذ من عنده قرض محل تصليح سيارات في محل أتوقع ألعاب ثاني دقيقة أتوقع أني بحاول نروح لمحل الألعاب الثاني وبشوف لو بإمكاني أن أنا أشتري شيء من عنده شغل الموتر على السريع ولا تصدمني آخي يا آخي يا آخي يا آخي روحوا روحوا آه لا تصدمني لا تصدمني لا تصدمني لا تصدمني أوكي خلنا بس ننتبه مانا بننصدمنا بنروح للمحل الثاني اللي هو أتوقع المحل البعيدة جماعة المحل يصير تقريباً هنا الجهة اليمين ترى ما أدري شو وضع المحل بس المفروض أنه محل ألعاب بس محل ثاني يعني فاوين البوابة حقتها بوابة هني ترى توني لمحت لامبرغيني موقفة أيوه دقيقة انزل 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 شو المحل هذا والله هذا عنده ألعاب بنفسجية السلام عليكم كيف الحال آه هذا عنده أنواع ألعاب ثانية هذا يا جماعة يبيع اللعبة محاكة يبيع لعبة سيارات ممكن قراند خلنشتري مني جماعة جراند عشرين لعبة بمنا ولا ماقدر عشر ألعاب لا لا دقيقة عشر ألعاب أشتري من عندك بسبعين دولار بسم الله الرحمن الرحيم لقينة أشتر رفوف الرف onset by 5 آه ما عندي فلوس كافية لا رف واحد 77 دولار ضيفة ما عندي فلوس كافية المهم باشتري حين العرب سيارات تمام ويبيلي أحاول أشتري رفوف إذا جمعنا 77 دولار إضافي إن شاء الله بحاول أشتري رفوف فاشترينا حين لعبة سيارات رهيبة بإذن الله ويلا على طول خلنا نرجع لمحلنا لو حبيت اشتري سيارة شفتول المحل هنا آه هذا محل تصليح محل تصليح أوكي على بالي محل سيارة بس طلع لا تصليح بس تقية افتح الخريطة رجعنا لمحلنا بنرجع حين المحل الخاص فينا فرجعت لي محل الجميل في ناس قاعدين ينتظرون سيد انزل سيد انزل سرعة سرعة في ناس قاعدين ينتظرون السلام عليكم أنا آسف خذوا 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 والله العظيم إني آسف والله يا جماعة جبنا المبلغ اللي احنا محتاجين كنا محتاجين مبلغ معين وجبناه جبناه يا إخوان علي تحال خلنا بس نظف نظف ونظف والله الرفوف خلصت قل نحط الألعاب بالسيارات راح نحطهم راح حطهم بسعر 25 دولار حط إذن بس بس هاي الألعاب اللي عندي لا يا حبيبي لا يا حبيبي ورا رايح ورا رجع لعبتنا رجع فجبنا حين الألعاب ثانية الألعاب الثانية سعره مشوي غاية الأمانة هاي بعشرين دولار هاتفت بعشرين فهي الألعاب سعره ما عجبها أتوقع ما راح يعجبهم كيف أغير سعر الألعاب والله ترى ما أدري خلنا نشوف أخذت اللعبة هذي معناته ما حقق أشتري اللعبة الغالية لا دقيقة خلنا نحاول نشوف مع بعض إلا ممكن أتوقع بغير سعر اللعبة هذي إلى 15 دولار حط يا سيد يبيلي في البداية أحذف كل العاب اللي موجودة وحاول أحطهم من جديد تمام تالي نجيلي هذه اللعبة بعض راح أحطها ب15 دولار بعد عندي بس أتوقع لعبة واحدة 15 سيد 15 أوكي حطينا هذه اللعبة حطينا بعض الألعاب اللي موجودة معانا حلوة الحين الربح راح يكون أكثر بكثير من السابق لكن هل في أحد راح يجي يشتري من عدنا قران ولا لا صراحة ما أدري ما أدري راح يشتري هذي اللعبة ولا لا هلا والله المهم نبيع على طول 15 دولار زيادة خلنا نجي وننظف تمام والله انتهى اليوم والله اليوم سريع يا أخوان المهم خلصنا اليوم هذا فنسوي سكب ربحنا 9 دولار الحمد لله خلال هذا اليوم لكن لازم خلال الحلقات الجاية ذه راح نسوي حلقات جاية نحاول نحن نعوض شوي شوي فإذا يا حبابي راح تزوزر اللايك واشتراك معنا في القناة ونشوفكم على خير بدنا الله في حلقات أخرى مع السلامة اللايك أمر مهم طيقوا لا تهتم انضم لي جيشنا الخورة فيه اليو قال عنا فخم يسيطر على أمام ماذا جيشنا يعام ولا سيار الصورة تتنقل على كل فم باشتراك تنضمها بأسهل وسينة يا يا فانا للصغر والكبار وتعتبر جميلة يا يا أما بنشرك تراك تخليني أنسى سعيد أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد أما بنشرك تراك تخليني أنسى سعيد أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد